السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأصدقائي طلبة الصف الرابع الابتدائي معاكم مستر أسامة الهادي النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض بداية من المنهج الخاص بمدة الرياضيات الصف الرابع الترم الأول إن شاء الله والتسجيل اللي هنسجله دوت إن شاء الله علشان عام الفين تلاتة وعشرين إن شاء الله تفهموا المنهج كويس وما يكونش في صعوب عليكم ولو في أي حد ليه أي استفسار يريد إن هو يبعث لي وأنا إن شاء الله هرد عليه فورا بحيث إن احنا مبقاش نقيصنا أي حاجة أول بأول هتلاقوا فيه لينك مسبت في أسفل الفيديو يوصلنا لكل الحلقات بتاعة الترم الأول ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة نفعل الجرس ونختاره كل عشان يوصلنا كل جديد ويلا بينا يا حبيبي على الدرس طيب أول درس أنا مخصصه بصراحة علشان خاطر يبقى مراجعات على اللي احنا درسناه في السنين اللي قبل كده وده في حاجات ممتدة معنا هنكمل بيها إن شاء الله الصف الرابع بإذن الله تعالى يبقى إحنا أول حاجة هناخدها إيه؟ مراجعة عامة على ما سبق دراستي أول حاجة عندنا هنتكلم عنها الأعداد لغاية مئات الألوف يعني بنبدأ نعد وبنوصل لغاية مئات الإيه؟ مئات الألوف هنا مدينا أرقام عدد أهو قدامنا كبير نقرأ خمسمية تنين وسبعين ألف ربعمية ستة وتسعين نقرأ زي نقول خمسمائة وتواثنين وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون هنتكلم عن حاجة اسمها القيمة المكانية القيمة الإيه؟ المكانية يعني مكانها فين؟ فلما يكون عندي رقم زي اللي احنا قلناه من شوية ده هنبدأ نسأل نفسنا كل رقم في الأرقام اللي جوه الرقم الكبير ده أو العدد الكبير ده ده هتبقى القيمة بتاعتها إيه؟ إبقى عندنا حاجتين لازم نركز فيهم أول حاجة هنركز عليها اللي هي القيمة المكانية وهنشوف العدد ده هناخد الستة مرة مرة هناخد التسعة مرة هناخد الأربعة مرة هناخد الأتنين مرة هناخد السبعة مرة هناخد الخمسة طيب باختصار شديد جداً هي اصلا كل واحدة من دي مكانها فين القيمة المكانية مكانها فين الستة دي اول حاجة بتبقى موجودة في خانة اسمها خانة الاحاد خانة ايه حبيبي خانة الاحاد بعد كده يجي التسعة موجودة في خانة اسمها خانة العشرات بعد كده الاربعة هتيجي في خانة المئات دي اول جروب بنبدأ بي اول مجموعة اللي هي الاحد وبعديها العشرات وبعديها الماد وبعد كده بنعمل فصلة كل تلت ارقام بنعمل فصلة طيب يجي بعدها ايه احد الالوف احد الالوف بعد كده عشرات الالوف بعد كده مئات الالوف احد الالوف اللي هي فين احد الالوف اللي هي رقم اثنين وعشرات الالوف اللي هي رقم سبعة ومئات الالوف اللي هي الرقم خمسة كل رقم من الارقام دي في العدد الكبير ده ده ليه قيمة قيمته قد ايه طيب هو قيمته في الاحد فهنقول ان هو ستة زي ما هو طيب لو الرقم ده موجود في العشرات زي التسعة التسعة دي عشرات يعني تسع عشرات تسع عشرات يبقى تسعة وجنبها سفر يبقى بنزل التسعة ونحط جنبها سفر السفر ده بيحل محل الستة اللي جنبيها على اليمين طيب نيجي بقى في المئات بنكتب الاربعة زي ما هي ونشوف على يمين الاربعة فيه كام رقم فيه رقم اتنين اللي هم التسعة والستة دول بنحط مكانهم سفرين بعد كده احد الالوف اللي اتنين بنكتب الاتنين زي ما هي ونشوف على يمين اللي اتنين فيه كام رقم واحد اتنين تلاتة فبنشلهم ونحط مكانهم اصفار بعد كده رقم سبعة ده بنكتب السبعة وبنشوف على يمينه كم رقم واحد اتنين تلاتة اربعة نحط مكانهم اربعة اصفار اخر حاجة اللي هي مئات الالوف بننزل الخمسة ونشوف كم رقم على يمينه السبعة والاثنين والاربعة والتسعة والستة دول خمس ارقام هنستبدلهم ونحط مكانهم خمس اصفار على يمين الرقم اللي هو رقم خمسة اهم حاجة يا حبيبي في اللي احنا قلنا دلوقتي عايزين نعرف الترتيب بتاع الخنات دي لازم نعرف ان اول حاجة بتيجي اللي هي الاحاد بيجي بعدها خانة العشرات بيجي بعدها خانة المئات بيجي بعدها خانة احد الالوف بيجي بعدها خانة عشرات الالوف بيجي بعدها مئات الالوف ونشاء الله سندرس الملايين والمليارات ونحن حللنا الرقم الذي هو قدامنا الذي هو الرقم الذي هو هذا قلنا الستة في الأحد التسعة فيه العشرات الاربعة في المئات الاثنين فيه أحد الألوف السبعة فيه عشرات الألوف الخمسة فيه مئات الألوف دلوقتي هنتكلم عن حاجة بقى اسمها صيغة التعبير عن الأعداد فيه صيغة بنعبر بيها عن الأعداد يعني فيه أكتر من طريقة احنا ممكن بنعبر بيها عن الأعداد فمثلا عندنا العدد دو اني بنيجي نقرأ ستمائة وثلاثون ألفا ومائتين وسبعة وخمسون ستمائة وثلاثون ألفا ومائتين وسبعة وخمسون فيه طريقة أول حاجة طريقة قياسية ان احنا بنكتب الأرقام زي ما هي كده بنفس الترتيب ده كده زي ما هي فلذلك بنقول عليها الصيغة القياسية فلما ييجي يديني سؤال ويقول لي أنا عايز الأرقام دي في الصيغة القياسية بنكتبها كده بالشكل ده كده جب بعضيها زي ما احنا شايفين طيب فيه الصيغة اللفظية اللفظية ان احنا بنعبر عنها بصورة الكلام طيب بنكتب العدد بالكلمات بس بنقسمه من اليمين اليسار لمجموعات يعني عندنا المتين سبعة وخمسين اللي بيجوا في الأول دول دي خاصة بالوحدات خاصة بايه بالوحدات اما الستمائة وثلاثين دي خاصة بايه بالألوف يبقى اول طلت ارقام قبل الفصلة بنسميها الوحدات والطلت ارقام اللي بعديهم بنسميهم بايه بالألوف ونبدأ نقرأ نقرأ بقى ازاي بنبدأ من الشمال بنقول ايه ستمائة وثلاثون ألفا تاني ستمائة وثلاثون ألفا اهيه وبعد كده نمسك الجزء بتاع الوحدات بنقول ومائتاني وسبعة وخمسون ومائتاني وسبعة وخمسون دي كده بنسميها ايه بنسميها الصيغة اللفظية في الصيغة الممتدة ان احنا بنقسمها الاجزاء بناخد السبعة دي قمتها كام سبعة فبنكتبها زي ما هي نيجي بعد كده الخمسة قمتها كام قمتها خمسة وهنحط جنبها الصفر مكان السبعة زي ما احنا تعلمنا في المثال اللي قبل كده عندنا اللي اتنين بنكتبها ونحط جنبها صفرين مكان الخمسة والسبعة بعد كده الصفر مالوش قيمة فما بنسكروش أصلا الصفر طالما ما فيش لي قيمة قيمة الصفر ايه ولا حاجة صفر فمش هيأثر على المجموع بتاعنا احنا عايزين ناخد الارقام اللي هي بتأثر على مجموع القيم في النهاية يديني الناتج اما الثلاثة دي بنكتب الثلاثة وهنعد اللي علي منها كام رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة في واحد يقول لي او بنت تقول لي يا مستر احنا لاخد الصفر ايوة تعتبر عدد هو طبعا احد الالوف مفيش بس يعتبر عدد صح؟ رقم طب الصفر والاثنين والخمس والسبع كام اربعة اصفار يبقى نكتب الثلاثة ونحط جنبها كام نحط جنبها اربعة اصفار اللي بعد كده يجي الستة بنحطها ونعد اللي علي منها هيطلعوا خمس ارقام فنحط مكانهم خمس اصفار يبقى احنا في الحالة دي عملنا ايه احنا خذنا الرقم ده قلنا انه هو ممكن نسميه بالصغر كياسي زي ما هو قدامنا ده كده او الصغر اللفظية ان احنا نقسم الوحدات والوف ونقرأ ستمائة وثلاثون الفا ومائتان وسبعة وخمسون والصغر الممتد ان احنا بنحط القيم بتاعة الارقام المكونة للعدد الكبير ده السبعة قيمتها سبعة الخمسة قيمتها خمسين الاتنين قيمتها متين التلاتة قيمتها تلاتين الف الستة قيمتها ستمائة الف ويبقى كده احنا شفنا التلات صيغ اللي احنا بنقرأ بيها او بنعفر بيها عن الايه عن الاعداد الجزئية اللي بعد كده هنراجع على العمليات على الاعداد ايه هي العمليات على الاعداد ممكن تبقى عملية جمع ممكن تبقى عملية الترح وهندرس حاجة اسمها عائلة الحقائق وهنشوف الضرب في العدد عشرة والمضاعفات بتاعته وهنشوف الحقائق بتاعة ضرب في العدد سواء صفر او واحد طبعا لما بنيجي نجمع عددين زي دول الالف ربع اربعمائة وخمسة وعشرون واربع الاف وثلاثمائة وستة واستنان وستون يبقى الف واربعمائة وخمسة وعشرون واربعة والاف وثلاثمائة واثنان وستون يبقى الف ربعمائة خمسة وعشرين واربعة تلت مئة اتنين وستين بنجمع اول حاجة نحط الارقام تحت بقى العدد الأوليني نحطه ونحط الثاني تحته بس لما نحط الثاني تحته طبعاً إحنا ممكن نجمع جمع رأسي زي كده عمودي وتحت معا وممكن إن إحنا نحطهم جنب معا بس لما نجمع ناخد بالنا من حاجة أو لما نحط الأرقام ناخد بالنا إنه الأحد مع الأحد يعني اللي اتنين تبقى تحت الخمسة بالظبط عشان ما تجمعش غلط الخمسة دي هنحط تحتها اللي اتنين الأحد تحتها الأحد والعشرات اللي هي اللي اتنين أي بقى تحتها العشرات اللي هي الستة والأربعة اللي هي بتاعة المئات هنحط تحتها السلاسة اللي هي بتاعة المئات الواحد بتاعة الألاف هنحط تحتها اللي اربعة بتاعة الألاف ونبدأ نجمع الخمسة والأتنين كام سبعة طيب جمعنا الأحد طالما هي أقل من العشرة ما فيش مشكلة الكلام ده لو زاد عن 9 بقى وصلت العشرة تبقى هنا المشكلة اللي نبدأ بقى نقول ان هننزل رقم وناخد رقم نحطه على العشرات اللي بقى دي طبعا المسألة دي سهلة ما فاش اي مشكلة اللي 2 مع 6 هتبقى 8 اللي 4 مع 3 هتبقى 7 وبعد كده الالاف مع الالاف الواحد مع الاربعة تبقى 5 بعد كده عندنا ازاي نطرح عددين هنحط العدد الكبير في الاول اللي هو 7695 وهنقص منه هنطرح منه يعني الرقم التاني او العدد التاني اللي هو 2531 نبدأ نشوفي حبيبي الخمسة اما نشيل منها الواحد هيتبقى 4 والتسعة هنشيل منها التلاتة هيتبقى 6 والمئات 6 هنشيل منها خمسة من المئات هيتبقى 1 وبعد كده ناخد الفصلة بعد ثلاثة رقم بناخد الفصلة بتاعتنا ونقول سبعة نايس اتنين بخمسة عائلة الحقائق لما يكون عندي مثلا دي عم مسلناها لو فاكرين في الصف السالس ان احنا بيعدينا الرقم الكبير بنحطه فوق على رأس المسلس بنعمل مسلس كده وبنحط العشرة ديت فوق في رأس المسلس وتحت في القاعدة بتاعت المسلس ناحية اليمين بنحط الرقم ونحية التانية نحط الرقم التاني اللي هم اللي اتنين والخمسة لما نيجي نفكر في الارقام اللي قدامنا دي هنلاحظ القاعدة ان الخمسة لما نيجي نضربها في اللي اتنين هتديني الرقم اللي فوق اللي هو عشر صح? طيب لو احنا بدلنا المكان هتفرق حطنا الخمسة مكاني اللي اتنين واللي اتنين مكاني الخمسة نفس الناتجة ده يبقى كام هيبقى عشر يعني لو قولنا خمسة في اتنين بقى عشرة او اتنين في خمسة بكام بعشر طيب لو جينا بقى عايزين نقسم الرقم اللي فوق ده اللي هو العشرة على اللي اتنين هيديني الرقم التاني اللي هو كام اللي هو خمس يبقى عشر على اللي اتنين فيها الخمس ولو جينا نقسم العشرة على الخمسة هتديني الرقم التاني اللي هو اللي اتنين فلو جبل الحتة دي فاضجة اللي اتنين دي سابها يبقى هنقسم عشر على الخمسة ونحط احنا هنا ايه اللي اتنين طب لو ساب الخمسة هي اللي ما كانها فاضي هنقول عشرة اللي فوق على اللي اتنين هتديني خمسة طيب لو ساب الجزء اللي فوق هو اللي فاضي مش موجود العشرة دي هنقول اتنين في خمسة بكام بعشرة او خمسة في اتنين بعشرة لما نيجي نضرب في العدد عشرة يعني لو قلنا مسلا خمسة في عشرة بنكتب الخمسة العشرة دي بنحط صفر بس جنب الخمسة طيب لو قلنا خمسة في مية بنكتب الخمسة ونحط الصفرين اللي جنب الواحد طيب لو قلنا خمسة في الف بنكتب خمسة وهنحط الثلاثة الصفار اللي جنب الواحد هتبقى خمسة في عشر بخمسين خمسة في مية بخمسمية خمسة في الف بخمس تلاف عايزين بقى نشوف الحقائق بتاعت الضرب بتاعت العدد صفر او واحد اي حاجة في صفر يا حبيبي بتبقى صفر الف في صفر مليون في صفر ربعمية في صفر كله بيديني الناتج صفر يبقى تسعة في صفر بكام بصفر طب اي حاجة بنضربها في واحد هيتديني نفس الحاجة يعني اي رقم او عدد بنضربه في واحد بيديني نفس الرقم او نفس العدد تمام يبقى تسعة في واحد بكام بتسعة طب لقونا عشرة في واحد بقى عشرة مية في واحد بمية يبقى لازم نعرف القاعدة بتاعتنا اول قاعدة ان اي حاجة في الصفر هتديني صفر اي رقم هنضربه في الصفر هتديني صفر نفس الرقب. هنتكلم بقى دلوقتي عن المراجعة على الاطوال وعلى الوحدات. في وحدات للقياس الخاصة بالطول. اصغر وحدة لقياس الطول اللي هي الملي ميتر. ملي ايه? ميتر. وبناختصارها سعاد بنكتب ميم ميم. يعني اختصار اول حرف ميم باختصار الملي. والميم التانية هي اختصار ملي ميتر. اللي هي ميم ميم. وعندنا السنتيمتر بناخد اول حرف من السنتي بنكتب سين. واول حرف من الميتر بنكتب ميم بنكتب سنتيمتر. بعد كده الميتر اللي هو الميم الوحدة دي كده الوحده. الملي ميتر ده هو احد وحدات قياس الطول. يبقى المل ميتر وعبارة عن احد الوحدات مش هو. ليه بيقولك احد? انه مش هو الوحيد الوحدة الطول لا في وحدات تانية زي السنتيمتر زي الميتر وبعد كده ناخد حاجة اسمها الكيلوميتر يبقى بنستخدم لقياس الاطوال بتاع الاشياء القصيرة جدا ايه لاطوال القياس الاشياء الصغيرة جدا اي حشرة صغيرة جدا زي نملة زي نحلة ديت بنقسها بايه بنقسها بالمليميتر اما الوحدات اللي هي اطول شوية بس قصيرة برضو لما يكون عندك قلم زي ده كده عايز تقيسه بتقيسه بالسنتيمتر بتقيسه بايه بالسنتيمتر طيب الميتر بقى ده وحدة قياس برضو اطوال بس بنستخدمها عشان نقيس الاشياء الطويلة زي ايه طول بتاع المنزل ده المنزل البيت اللي انت عايش فيه بما تيجي تقيسه مش معقولها تقيسه بالمليميتر مش معقولها تقيسه بالسنتيمتر اللي انه هو موجود في المصدر بتاعتنا لا هنقيسه بحاجه اسمها اسمها الميتر ولازم نعرف ان ان الميتر دوت او المتر هو عبارة عن مية من السنتيمتر وعبارة عن الف من المليمتر يبقى السنتيمتر او الحاجة هو بيساوي عشرة مليمتر والميتر هو بيساوي بيساوي مية سنتيمتر دي تحويلات وحدات لازم نكون عارفانها كويس اوه نيجي بقى هنا حبيبي اللي علاقة بين وحدات قياس الطول احنا قلنا السنتيمتر اللي ساوي عشرة مليمتر ويعني ايه الكلام ده يعني لما يكون عندي مثلا خمسة سنتيمتر احنا عارفين السنتيمتر فيه عشرة مليمتر صح؟ يبقى خمسة في عشر يبقى على طول نعرف كده ان الخمسة سنتيمتر هم عمرها عن خمسة في كام في عشرة خمسة في عشرة هتديني كام؟ هتديني خمسين مليمتر طب المتر احنا عارفين ان هو كام ميت سنتيمتر ميت سنتيمتر طب لما نقول سبعة متار يبقى بنكتب سبعة لكنها في مية يبقى بنحط ايه جنب السبعة صفرين هنا مديك زي تدريب كده على اطوال وعلى الوحدات بيقولك ضع دايرة حوالين الوحدة الانسب لقياس الطول ده الايس كريم هنقسه بالسنتيمتر ولا بالميتر قالك حط ايه؟ حط دايرة طبعا واضح جدا ان الايس كريم هيبقى بالسنتيمتر بان الميتر ده بنقس به الحاجات الكبيرة زي البيت زي ما نقول دي المصاصة دي ولا حاجة صغيرة كده برضو هنقسها بالسنتيمتر عندنا دي الشجرة لا طويلة هنقسها بالميتر عندنا دي تستخدم المصطرة عشان تقيس الاطوال بتجيب المصطرة وتبدأ من هنا كده من الحتة دي لجاية الحتة دي كده وتبدأ هنا من الصفر او من هنا من الصفر هتشوف طولها دي وتحط هنا كام سنتيمتر ولو فيه كام ملي زيادة بنحطه هنا يعني لو قلنا مثلا هي عشرة سنتيم طلعت مثلا عشرة سنتيم واثنين ملي بتكتب عشرة سنتيم وتكتب الاثنين ملي هنا وكذلك ديت كذلك كمان دهيت جينا بقى الجزء المهم قوي اللي هو خاص بالمساحة والمحيط المحيط والمساحة ايه هو المحيط وايه هي المساحة هنتكلم عن المحيط والمساحة المحيط ده الخط الخارجي اللي بيحط بالشكل يعني لما يكون عندي مثلا مربع بالشكل ده كده الاجزاء الخارجية في المربع ده هو ده اللي هو الخط الخارجي ده ده كده ده اسمه ايه؟ المحيط اللي براه اما المحيط هو خط خارجي ده يحيط بالشكل اللي هو الخط الخارجي اللي براه طيب لما نيجي بقى نجيب مثلا محيط مسلس محيط المسلس لما يكون عندي مثلا مثلا مثلس كده بنقول هو مجموع اطوال اطلعه يعني ايه مجموع اطوال اطلعه يا مستر؟ هناخد ده كده طوله نشوفه قد ايه؟ ونشوف ده طوله قد ايه؟ ونشوف ده طوله قد ايه؟ ونجمعه مع بعض هيديني محيط الايه؟ محيط المسلس طيب بالنسبة للمربع هنقول المربع اهو مسلا ده المربع وإحنا عايزين نعرف المحيط بتاعه بسهولة جدا هنجمع ده طول الدلع ده مع طول الدلع ده مع طول الدلع ده مع طول الدلع ده كده جبنا المحيط بتاع المربع محيط المستطيل المستطيل هيبقى شكله مثلا زي كده ده كده المستطيل بيبقى فيه طول وفيه عرض أما المربع اللاربع أضلع قد بعض طيب في الحالة دي هنعمل ايه في الحالة دي هنقول الحتة دي كده قد الحتة دي قد الحتة دي قد الحتة دي هم دول المحيط بتاع المستطيل طيب احنا لازم نجمعهم كده مع بعض لا فيه طريقة تانية ان احنا بناخد فيه دلوقتي اتنين في الطول ان دي كده الطول ودي كده طول يبقى اتنين في الطول وعندي اتنين في العرض اللي هي دي ودي فممكن ناخد الطول والعرض نحطهم ما بين كسين زي كده ونرجع نضربهم في اتنين على أساس ان الطول مضروب في اتنين والعرض مضروب في اتنين فبقى كده احنا جبنا محيط المستطيل حسنا لنجد المستطيل المستطيل الي قدامنا ده كده المحيط بيتساوي كم؟ تعال نعد ناخد الاجزاء الخارجية ونعد مع بعض يا حبيبي عدوا معي كده واحد اثنين ثلاث كل ما بنعد المربع اكدنا اخذنا واحد اربع خمس وهنا زيهم خمسة تحت يبقوا كام? يبقوا عشر. طيب ومن هنا دول كام? واحد اتنين تلاتة. ومن هنا كام? واحد اتنين تلاتة. معنى زلك ان هما بقوا كام? بقوا عندنا خمسة زائد خمسة زائد تلاتة زائد تلاتة يبقى كام ستاشر. طيب ما احنا ممكن نطبق الاخيرة دي على طول ان احنا ناخدنا بين الكوسين كده نكتب خمسة بتاعت الطول زائد العرض اللي هو تلاتة وناخد المجموع ونضربه في كام? نضربه في اتنين. يبقى خمسة زائد تلاتة كل ده مضروف في كام? في اتنين. خمسة و تلاتة كام? تمانية. تمانية في اتنين بستاشر. ستاشر اللي هو ايه اللي عليها اللي هي دي. اما المساحة بقى بتيجي ايه? الطول في العرض على طول. المساحة بنقول الطول في العرض. الطول كام? الطول خمسة. العرض كام تلاتة خمسة في تلاتة بكام? بخمستاشر. بس ناخد بالنا ان المساحة بنقول عليها واحدة مربعة. لو بالسنتي يبقى سنتيمتر مربع. لو بالمتر يبقى متر مربع. طيب. بشكل زي كده. هنحسب المحيط بتاعه ازاي? نفس القصة بالزبط. نجمع كده مع بعضها. طبعا دي كده. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. لسه فيه بره هون. تلاتة اربعة. اربعة. خمستاشر. وفيه حتة يبقى هنا ستة. طيب. المساحة كام? اربع وحدات. فين الاربع وحدات دول? الاربع وحدات اللي هي اربع مربعة. ده واحدة. دي التانية. كده واحدة تانية. كده كمان واحدة بقى تلاتة. وكمان واحدة يبقى اربع. نفس الكلام ده هي لما نيجي نشوفها. بس ناخد بنا كويس او من اللي انا هقوله دلوقتي. دي كده. عايزين نعرف انها اربعتاشر وحدة. طيب. دولة كده اربعهم. دي كده واحدة. اتنين. تلاتة اربعة. المفروض اللي قدام هم كمان ايه? هو مش جابه لك كم? لا. بس نعرف ان هم كمان ايه? اربعة. اربعة واربعة كم? تمانية. تانية احسن. عشان ما تتلغبطوش في دي. هنعد كده واحد. اتنين. تلاتة اربعة. بعد كده ننزل. كده يبقى كم? تلات. يبقى كم? سبعة. سبعة ونمشي كده اربعة يبقى كم? حداشر. ودول تلاتة بقى كم? اربعتاشر. واحد يقول لي. طب اللي جوا دول مش يعتبروا محيط الخارجي. نحن بناخد الاجزاء الخارجية دي بس او الخط الكبير دوت اللي هو الخارجي من بره. فدي اربعتاشر. يبقى كده الحزبة بتاعتنا مصبوطة. اما لما نحسب المساحة دي كم واحدة. دول كده تعتبر اربعة وحدات. ودي كده كم بالعرض التلاتة وحدات. هنقول اربعة في تلاتة بقى باثناشر واحدة مربعة. لي قلنا واحدة مربعة للي دي مساحة. هنتكلم بقى حبيبي دلوقتي على الساعة وازاي نقرأ الساعة. اول حاجة الصغير ده كده القصير هتلاقي فيه عقرب قصير وعقرب طويل. العقرب القصير ما بيوصلش لأيه للارقام الخارجية دي. اما العقرب الطويل بيوصل لها. طيب ده كده اسمه عقرب الساعات. اللي هو القصير ده كده اسمه عقرب ايه الساعة. يبقى عقرب الساعة اللي هو ايه حبيبي اللي هو العقرب الصغير ده. اهو اللي هو productoar آما عقرب الدقايق اللي هو الطويل ده اللي قدمنا ده. دة كده يسمه عقرب ايه الدقايق طب لم يصور ايجي حبيبي ابناء flojo وجدام نيرتك مادتك محصصة بها كان فيها ستين دقيقة. يبقى عارفين ان الساعة فيها ستين دقيقة. طيب هنا الساعة الرابعة وربع. الرابعة. وكمان فيه الربع ساعة زيادة. اللي هي اربعة والربع كان بخمستاشر. لان كل واحدة من دية من الاتناشر للواحدة دي تعتبر خمس دقايق. ومن واحدة للاتنين خمس دقايق. ومن الاتنين للتلاتة خمس دقايق. خمسة وخمسة عشرة وخمسة خمستاشر دية. فبنقول الساعة اربعة وربع او اربعة وخمستاشر دية. هنا الساعة اربعة ونص لان كل واحدة دي بخمسة يعني خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين. اللي هي دي بتاعة الدقايق عندنا 30 دقيقة جاء في النص بالظبط ما بين الستة وما بين ال 12 وعدك الارباعة اللي هي الساعة 4 للغاية والمسائر بعد كده الرباعة وخمسة واربعين دقيقة طبعا كل مرة بتزود خمسة احنا وصلنا الى 30 كده 35 كده 40 كده 45 واربعين نجات هنا كده 30 35 40 45 منقول لدلوقتي ان الساعة 4 45 دقيقة يبقى أول واحدة أربعة وربع أو أربعة وخمسة أربعة وخمستاشر دي بعد كده أربعة ونص بعد كده ديت أربعة وخمسة واربعين دي إيه هنتكلم بعد كده على حاجة اسمها المضاعفات والعوامل المضاعفات والإيه؟ والعوامل المضاعفات بتاعة العدد اثنين بتبدأ دايما بالزيرو الزيرو ده مضاعف لأي رقم لأي رقم يبقى زيرو او السفر يعني بنقول عليه سفر من مضاعفات العدد اثنين يبقى اثنين ييجي بعدها كل مرة بتزود اثنين بعد الاثنين تبقى اربعة اربعة تبقى ستة هنتزود اثنين تبقى تمانية هتبقى بعد كده عشرة هتبقى اتناشر بعد كده اربعة تاشر وهكذا اما مضاعفات العدد تلاتة اللي هي بتبدأ برضو بسفر وبعد كده بنقول تلاتة وبعد كده منزود تلاتة بقت ستة منزود تلاتة بقت تسعة منزود تلاتة بقت اثناشر منزود تلاتة خمستاشر تمنتاشر طب الشاطر يبقى اللي بعدها كام هتبقى واحد وعشرين زودنا على التمنتاشر تلاتة بقت واحد وعشرين مضاعفات العدد خمسة بتبدأ بالصفر برضو كل مرة بتزود خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين اللي هيجي بعدها كام خمسة وتلاتين طبعا اول سنة يطبقوا الارقام بالانجلش زي كده بس مش تفرق معنا هنتعود احنا بس مجرد ان احنا نحفظ من آآ الصفر للعشرة خلاص هتبقى سهلة جدا بعد كده علينا هنا مضاعفات العدد عشرة تبدأ برضو بالصفر بعد كده عشرة كل مرة نزود عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين بعد كده سبعين سبعين يعني سفر سبعة وجنبها سفر صح ادي السبعة وجنبها الايه السفر السفر ده بقى زي ما قلتلك يا حبيبي هو ده يعتبر مضاعف مشترك لكل الايه الاعداد يبقى السفر هو مضاعف مشترك لكل الايه الاعداد مرة كان للاثنين للتلاتة للخمسة للعشرة وكذلك للاربع وستة وايه عدد تاني هنيجي بعد كده عندنا عوامل الاعداد عوامل الاعداد دي يعني لما نيجي مثلا نقول بالنسبة للعدد اللي هو تسعة هو التسعة ده ممكن يبقى ناتج عن ايه بنبدأ دايما برقم واحد هو عبارة عن واحد في تسعة صح طيب آآ ينفع نقسم التسعة على اتنين لا ما ينفعش فناخد الرقم اللي بعدين التلاتة كام في تلاتة يجيني تسعة هنقول تلاتة في تلاتة بتسعة طيب في حاجة تانية يقبل اسمه على الاربع لا على الخمسة لا على الستة لا على السبعة لا التمانية لا تقبل بس التسعة على التسعة واحنا حسبناها في الاول عشان كده هنقول ان العوامل بتاعة العدد التسعة يعبر عن ايه واحد وتلاتة وتسعة الواحدة هي طب ليه التلاتة يا مستر ما خدناهاش مرتين لان احنا بناخد منها الواحدة بس يعني اي حاجة متكررة بناخد منها واحدة بس خدنا الواحد وبعد كده خدنا التلاتة من دي يبقى اول حاجة خدنا الواحد بعد كده خدنا التلاتين دول خدنا منهم واحدة بس وبعد كده هناخد التسعة يبقى العوامل بتاعة العدد تسعة ايه رقم واحد اللي اخدناه ورقم تلاتة بقى بالترتيب كده ما ننساش الترتيب ييجي بعد كده رقم ايه رقم تسعة الواحد بقى عامل مشترك لكل الاعداد اي رقم او اي عدد بنيجي نجيب العوامل بتاعته لازم الواحد ده يكون مشترك فيه اللي هو الرقم او العدد فيه مضروب فيه رقم واحد عوامل العدد اتناشا بنبدأ بالواحد ده وزي ما احنا شايفين واحد في اتناشر بتديني الاتناشر طيب كذلك اللي اتنين لما نيجي احنا دايما نعملها بالترتيب افضل اتنين في كام تديني اتناشر اتنين في ستة ييجي بعدها التلاتة التلاتة في كام التلاتة في اربعة علشان كده هنقول للعوامل بتاعت العدد اتناشر هنبدأ اول حاجة خدناها ايه الواحد اهو ييجي بعدها الاتنين اهو بعد كده التلاتة اهي وناخد الارباع اهي وبعد كده بالترتيب ناخد رقم ستة واخر رقم هناخده اللي هو رقم اتناشر هنلاحظ حاجة هنا بقى حبيبي ان ان اللي عندنا هنا ان الواحد في الاتناشر زي ما قلت لكم وعندنا بعدكده الاتنين في ستة بعد كده عندنا التلاتة في الايه في الاربعة دي هتدهلكوا واجب. طبعا هنراجع على كل الدرس دلوقتي هنشوف الواجب اللي اتخذو. دي اول واحدة هلاخدها واجب. على الكلام اللي احنا شرحناه. المهم حبيبي اللي يحل الواجب ويحب يبعطوه على الواتس ابا عندي. او الفيسبوك هتلاقي اني فيه لينك مسبت تحت فيه اه يوصلك للواتس ويوصلك للفيسبوك وكمان عمل برنامج التليجرام تقدر توصل عن طريق. ديت برضو ناخدها واجب حبيبي تحلوها. تبعطوهالي. هنا هنقارن طبعا هنشوف الرقم الاكبر بنبدأ نقارن اول حاجة نشوف واحد واحد وهجاز. يعني مسلا عندنا دي نبدأ بالالاف نبدأ دايما من الشمال لليمين. الواحد والتلاتة. هنلاقي التلاتة اكبر فخلاص اصبع الرقم اللي في اليمين ده كله اكبر. اه لما نلاقي حاجة زي كده عشرين الف واربع واربع بنكتب عشرين الف واربع وانقارن بعد كده نحولها الرقم وبعد كان نقارن رقم برقم. لما يجي هنا يقول لي مسلا زي كيمة الرقم ستة في العدد ده. تمام? هيطلع مسلا ستة لاف. ستة لاف. الناحية التانية ستة لاف هالليوم في الاخر ان هما ايه? يساوي بعض. العدد ده زي نكتبه لفظيا زي ما احنا تعلمنا. الكيمة المكانية للتلاتة. يبقى هنا الكيمة بتاعتها كامل تلاتة? شرحناها. اه ده بيزيد كل مرة خمسة. تلتمية خمسة وسبعين زادت خمسة بعد تلتمية وتمانين زادت خمسة بعد تلتمية وتمانين. بعدها تبقى كام تلتمية وتسعين ونكمل يا حبيبي زي ما احنا بنشرح دلوقتي. دي يا حبيبي اخدنا عائلة الحقائق. وشفناها قبل كده. ودي طبعا اوجد الناتج ازاي نجمع. وهنا ازاي نطرح عددين من بعض. وهنا هنقول حاصل ضرب طول في بعض. فنضرب مسلا السبعة في خمسة وبعد كان نضربها في اتنين. طب ممكن نلاقي اسهل ان احنا نضرب اتنين في الخمسة الاولي بقى عشرة. وبعد كان نضربها في سبعة تديني سبعين. ستين ناقص كام يديك خمسة واربعين. هنقول هي نفسها ستين ناقص خمسة واربعين. هي ديني الرقم اللي هو فاضي دوت. هنكمله. آآ هنكمل هنا طبعا كام في اربعة يديني عشرين. بنقسم العشرين على الاربعة. هنلاقي هنا رقم خمسة. سبعة في كام تديني اربعتاشر. سبعة في اتنين. خمسة وتمانين نزود عليها كامش هتبقى خمسة وتسعين نزود عليها عشرة. تسعة تاشر للتسعة. هنشيل التسعة من التسعة. هيتبقى الواحد ده في العشرات. هيبقى عشر الفرق. تسعة في خمسة من جدول الضرب بتاع رقم خمسة. هنحل لها برضو. دي الساعة يا حبيبي هنا طبعا قلنا العرب القصير بتاع الساعات والعرب الطويل بتاع الدقائية. القصير بتاع الساعات والطويل بتاع الدقائية. هنشوف الساعة كام هنا نحطها وكم دقيقة نحطها جنبها. في دي كلها. الساعة واحنا قلنا لها كام دقيقة برافو عليكم. ساعة ستين دقيقة. نص ساعة يبقى كام? نص ستين كام? تلاتين دقيقة. ربع ساعة يعني ربع ستين يعني خمستاشر دقيقة. وبكده يا حبيبي قال بنكون خلصنا مراجعة على السنوات اللي فاتت سريعة كده. وان شاء الله هنبدأ الدرس الاول بازن الله في مادة الرياضيات الحصة اللي جاية. ده مجرد تأسيس ومراجعة. قبل ما نبدأ المنهج الرئيسي بتاعنا في سنة ربعة. اتمنى لكم النجاح والتوفيق والتفوق. ما ننساش نشترك فيه القناة. ونتشاير الفيديو. نعمل شير مشاركة لاصحابنا عشان اكبر عدد دي قدر يستفيد منه. تمنياتي بالنجاح والتوفيق والتفوق. معاكم مستر اسامة الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.